السلام عليكم في هذه الحلقة سأقدم لكم قصة رائعة في قرية صغيرة محاطة بالتلال الخضراء عشا علي ومريم ونور وسامر أربع أصدقاء يحبون المغامرات أثناء لعبهم في الغابة القريبة اكتشفوا خريطة قديمة تشير إلى أرض عجائب سحرية مخبأة بعيدا قرر الأصدقاء الشجعان الذهاب في مغامرة للعثور على هذه الأرض جمعوا الطعام والإمدادات واستحبوا معهم زيد كلب علي الوفي بدأوا رحلتهم بالدخول إلى غابة مظلمة ومخيفة حيث واجهوا مخلوقات غريبة واستخدموا ذكاءهم وشجاعتهم للتغلب على العقبات عبروا جسرا قديما ومتهالكا بحذر وتعاونوا ليعبروا بأمان عندما بدأ الجسر في الانهيار وصلوا رحلتهم حتى دخلوا مدينة تحت الأرض يسكنها الأقزام حيث تعلموا عن تاريخ الأقزام واكتسبوا أصدقاء جدد أمام نهر سحري حلوى لغزا قديما لعبوره ثم تسلقوا جبلا عملاقا في مواجهة الرياح القوية والبرد الشديد لكنهم تغلبوا على الصعاب بالتعاون وصلوا إلى وادي التنانين حيث التقى الأصدقاء باثنين حكيم قدم لهم نصائح قيمة حول رحلتهم عندما وصلوا إلى قلعة يسكنها ساحر شرير استخدموا كل ما تعلموه للتغلب على الساحر وإنقاذ أرض العجائب أخيرا وصلوا إلى أرض العجائب مكان مليء بالسلام والجمال وتعلموا من سكانها عن السحر والحكمة بعد استكشاف أرض العجائب قرر الأصدقاء العودة إلى قريتهم حاملين معهم ذكريات رائعة ودروسا قيمة شاركوا قصتهم مع أهل القرية الذين تعلموا من تجربتهم وأصبح الأصدقاء أبطالا محليين انتهت القصة بتلميح إلى مغامرة جديدة تنتظر الأصدقاء وهم يستعدون للرحلة القادمة بقلوب مليئة بالحماس والشجاعة شكرا على مشاهدتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وشكرا شكرا على المشاهدة